المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا تعود إلى السودان مجدداً في يونيو المقبل في إطار مشاوراتها مع الخرطوم بشأن خيارات محاكمة رموز نظام الرئيس المخلوع عمر البشير المطلوبين للمحكمة منذ أكثر من عشر سنوات بسبب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وانتهاكات لحقوق الإنسان في دارفور تحدثت عنها المحكمة الجنائية على مدار أكثر من عشر سنوات وفضل من المحكمة الجنائية يزور الخرطوم حالياً ويحضر لزيارة بن سودا الشهر المقبل لكن اللافت هذه المرة أن المدعية العامة ستتوجه إلى موقع الأحداث في دارفور ولن تقتصر زيارتها على الخرطوم يأتي هذا الحراك بعدما اتهمت المحكمة الجنائية واحداً وخمسين مسؤولاً بينهم الرئيس المخلوع ووزير الدفاع حينها عبد الرحيم محمد حسين أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق البشير في عامي 2009 و2010 متعمة الإياب بتدبير فضائع في حملته للصحق تمرد في دارفور الحكومة الانتقالية كانت تقد قالت أن ستتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مؤكدة أن مثول المتهمين أمامها أمر حطمي تدور النقاشات حول ثلاثة خيارات لم يحسم أي منها بعد أولها أن يحاكم المتهمون بواسطة القضاء السوداني بإشراف الجنائية الدولية أما الخيار الثاني فهو محكمة هجين تتشكل من قضاء سودانيين إلى جانب قضاء من المحكمة الجنائية الدولية أما الخيار الثالث والأخير هو تسليم المطلوبين لمحكمة في لاهاي على طريقة علي كوشب الذي سلم نفسه للمحكمة في أفريقيا الأسطى